تبدلت قوات الجيش السوداني والدعم السريع القصفة بالطيران والمدفعية في مناطق بالخرطوم والأبيض أفادت مصادرنا باحتدام الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع شمال ولاية الجزيرة من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع عن تنفيذ عملية عسكرية داخل المنطقة العسكرية كراري وبأنها كبدت الجيش السوداني خسائر في الأرواح والعتاد وكانت القوات المسلحة السودانية هكدت في بيان لها مواصلة ضرباتها على كل نقاط الدعم السريع في جميع أنحاء البلاد